ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تنظم هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مؤسسة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة هاكيثون دوت البحرين هذه المبادرة تأتي حرصا من الهيئة على دعم وتمكين الشباب من خلال تدريبهم على تطوير اسم النطاق الخاص بمملكة البحرين وتعلم كيفية استخدام اللغة العربية وروابط عنوين الـ URL الدول العالم اليوم مركزين على اللغات المختلفة كل فيما يخصه ولاحظنا أن في منطقة الوطن العربي التركيز محدود في هذا المجال ونشوف أن الأمر مهم لتعزيز وجود اللغة العربية الرقمي والإرث العربي اللي جميعنا نفخر فيه يعني شيء طيب أن يجيك عنوان بريد الإيميل مكتوب بالعربي أقول بحرينية متميزة في مختلف التخصصات في الجامعات البحرينية شاركت وجسدت خضرتها التعليمية في هذه المسابقة لتخرج لنا بحلول إلكترونية متمكنة وقادرة على إدراج اللغة العربية ضمن الروابط الإلكترونية العالمية المسابقة تتميز بحل المشاكل شلون هنا نوحد اللغة العربية من ناحية الدومين والإيميلات نعرب مثلا السوفت ويرز والهارد ويرز فبكون شيء أسهل حق عامة الشعوب الباقي مشاركة مميزة مسائل حلها تنافسية وتحديات قوية وشكر خاص لهيئة تنظيم الاتصالات على هذا التنظيم أحب أشكر هيئة تنظيم الاتصالات على تنظيمهم الرائع لهكثون البحرين اللي عطاني الفرصة أني أقابل خبراء في تقنية المعلومات اللي يتزويني بالمهارات المطلوبة كذلك التعاون مع طلاب من مختلف المستويات والجامعات والتعاون مع الزملاء لإطلاق روابط إلكترونية باللغة العربية هذا الهكثون والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساهم من خلال مراحل المسابقة المختلفة والتي قامت الهيئة من خلاله بإشراك القطع الأكاديمي وطلبة الجامعات في خططها الرامية إلى ابتكار وتنفيذ تقنيات تدعم أسماء النطاقات المدولة باللغة العربية مسابقة دوكلونوجية متقدمة تجمع طلبات الجامعات في البحرين ليتنافسوا ويبدعوا في طرق إدخال اللغة العربية في فضاء الإنترنت وتطوير الروابط الإلكترونية ضمن اسم النطاق المدول الخاص بمملكة البحرين خلالي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين